نبدأ ساعتنا الأولى من الخرى الليلة من انطلاق مناورات تاليسمان سيبر المتعديدة الجنسيات اليوم وهي إحدى أكبر المناورات البرية والبحرية والجوية المشتركة التي يشهدها جنوب المحيط الهندي حيث تستضيف أستراليا هذه المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة مرة كل عامين منذ العام 2003 مناورة هذا العام تكتسي أهمية خاصة في ظل ارتفاع التوتر في منطقتين المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي فما الذي يميزها هذه المرة وما قدرتها على رفع الجاهزية القتالية لدول المشاركة وهل تكتسب أهمية متزايدة في ظل التوتر المتصاعد في مناطق المناورات أي منطقة المحيطين جراء التحركات الصينية إذن تكتسي هذه المناورات المتعددة الجنسيات أهمية خاصة في ظل ارتفاع التوتر في هذه المنطقة أي منطقة المحيطين الهندي والهادئ أي بحر الصين الجنوبي من جهة ثانية فما هي هذه التدريبات التي انطلقت وكيف تكتسي أهميتها تالسمان سيبر أو سيف التعويذة اسم سحري لواحدة من أكبر المناورات البرية والبحرية والجوية المشتركة التي يشهدها جنوب المحيط الهندي حيث تستضيف أستراليا هذه المناورات المشتركة مع الولايات المتحدة مرة كل عامين منذ العام 2003 نسخة العاشرة هذا العام مميزة حيث أنها تقتصر أو عفوا لن تقتصر على الولايات المتحدة وإستراليا وإنما ستشهد مشاركة قوات من كل من ألمانيا وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية واندونوسيا بالإضافة إلى فيجي وبابواغينيا الجديدة سيشارك في هذه المناورات عشرات أو مئات الجنود في التدريبات التي تجعلها الأكبر على الإطلاق كما يشارك فيها ثمان عشرة سفينة حربية وغواصتان وأكثر من ثلاثين نظاما بحريا آلية تشغيل بالإضافة إلى أربعين طائرة حربية مختلفة المناورات التي تستمر تسعة أيام ستشهد أيضا عروضا للقوة النارية متعددة المجالات ومعارك برية وهبوطا برمائيا وعمليات جوية مختلفة تجري في خمس ولايات على امتداد السورالية حسب بيان وزارة الدفاع وحسب الوزارة أيضا فإن مناورات التاليسمان هذه تهدف إلى توفير فرصة تمرينية من أجل الحفاظ على العلاقات الحيوية وتعزيزها وضمان سلامة وأمن المياه الدولية والممرات البحرية نجمة هذه التدريبات من دون منازع تبقى السفينة الأمريكية USS Canberra التي تحمل اسم العاصمة الإسترالية وألوانها والتي ستتخذ من العاصمة مقرا دائما من ضمن اتفاقيات حلف أوكوس بين البلدين السفينة القتالية صغيرة الحجم تمتاز بقدرة عالية على المناورة في المناطق القريبة من السواحل وتوصف بالهليكوبتر المائي نظرا لسرعتها في الرد والمناورات حيث بإمكانها التنقل بسرعة تصل إلى تسعين كيلومترا في الساعة USS Canberra تملك كذلك قدرة عالية على رصد الألغام البحرية وتتميز باحتوائها أنظمة معلومات عالية للكفاءة تجعلها مثالية في عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والتخفي أما تسليحها فخفيف حيث يمكن إطلاق مسيارتين من طرازي سي هاوك أم كيو ثمانية في لحظات كما تضم أربع قاذفات صواريخ من طرازي سي رام أحد عشر هذه القاذفات التي يصل مداها إلى ثلاث كيلومترات لنقاش هذا الموضوع ينضم لنا من مارلند عبر سكايب ديفيد ديروش أستاذ جامعة الدفاع الوطني والخبير في الشؤون العسكرية مرحبا بك سيد ديروش ما قيمة هذه المناورات الآن؟ لمن توجه؟ إنها ذات صلة الولايات المتحدة وشركاؤها وحلفاؤها عادة يعدون برنامجا لممارسة القدرة على التشغيل المشترك للخطط العسكرية ومعرفة ما الذي يجب تنقيحه أو الاستمرار به هذا يعود إلى سنوات ماضية وهذا التمرين يحدث مرة كل عامين وقد رأينا الصين أكثر عدائية في بحر الصين الجنوبي وبالقرب من أستراليا أستراليا أيضا تحاول أن يكون لها شريك تدريبي أستراليا بدأت في الصح على التهديدات لسيادتها هناك دول أخرى تشارك بقوات مثل ألمانيا وحتى الهند أيضا هي قلقة بشأن الأنشطة الصينية إذن هذا مفيد عسكريا وستراتيجيا لإرسال رسالة وحدة إلى الصين هل تعتقد بأن هذه المناورات أيضا في شقها التمريني يعني تعطي معطيات إضافية بالنسبة للدول المشاركة فيها بناء على ضوء التوتر القائم الآن في المحيطين نعم بالضبط المنظر الكبير قال في الحرب كل شيء سهل وكل شيء صعب إلى أن نلتأم سويا لا نعرف ما هو الموقف الحقيقي أحيانا نجد أن المسألة بسيطة كما أن صفائح البنزين التي يستخدمونها لا تتوافق مع صفائح البنزين الذي نستخدمه نحن هذه الأشياء البسيطة يمكن أن تحل كذلك الأمور الصعبة وبطريقة تسمح لنا بالعمل سويا بطريقة كفؤة هل يمكن أن ينبني عليها خطر هذه المناورات أقصي من ناحية رد الفعل من الصين نفسها باعتبار أن هذه المناورات تنظم ربما هي الأولى التي تنظم بعد حلف أوكوس الذي انعقد والذي أعتبرته مواجها ضدها وفي الواقع هو مواجه ضد التوتر والتصعيد الصيني في المنطقة الصين تنظر إلى أي تدابير دفاعية تتخذ في المنطقة على أنها استفزازية وبصراحة هم ينظرون إلى أنفسهم كالمهيم الإقليمي ويعتقدون أن المنطقة تحت النفوذ الصيني وأي شيء يعارض ذلك يصفونه بأنه استفزازي ويبعث على زعزعة الاستقرار الصين تصف تماريننا حتى المخطط لها مسبقا على أنها ردود فعل لتوتر الحديث في العلاقات كل هذه الدول ليست شريكة أمنية مثلا الهند شريكة أمنية للولايات المتحدة ولكنها كلها تدرك أن الصين تحاول أن تتعدى على سيادتها بطريقة أو بأخرى وهي تمارس قدراتها لمقاومة الهيمنة الصينية وهذا هو أفضل قرار لرضع الصين إلى أي درجة يمكن لهذه المناورات أن تكون مؤسسة لعرى عسكرية وتايوان في النصف نتحدث عن أن هذا التوتر من جهة الصين قد يشمل حتى غزوا والحديث متزايد عن الغزو الصيني ربما لتايوان فهل المسألة أعم أم أنها في تفاصيلها تشمل تايوان كذلك بشكل عام أي فعل للتحالف في المنطقة سيكون له فوائد بالنسبة لعملية التخطيط وردع الغزو الصيني لتايوان بصراحة الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي لديها التزام بيدفاع عن تايوان ولا أعتقد أن الكثير من هذه الدول ستقدم قوات البعض قد يقدم قواعد للولايات المتحدة وبالتالي الجهود اللوجستية الخاصة بنقل الكثير من القوات إلى ومن أستراليا من دول مختلفة وهذا الشيء مفيد وأيضا الاحتلال السريع للقواعد البعيدة حتى في أستراليا وتحويلها إلى قواعد قادرة على العمل كل هذا التمرينات يمكن أن تعود علينا بالنفع لماذا قطعة عسكرية محاربة أمريكية هذه المرة يؤسس كانبيرا أي دلالة يراد أن تفهم من ذلك سؤال جيد هذه رسالة مهمة جدا كانبيرا سميت على اسم سفينة أسترالية كانت تقاتل إلى جانب البحرية الأمريكية في عام 1942 في معركة سوفين بي ضد اليابانيين وهذا يوضح حقيقة أن لدينا أكثر من قرن من التعاون العسكري مع أستراليا ثانيا صورة سفينة أمريكية تسمى على اسم عاصمة أجنبية وترسو في ميناء هذه العاصمة ثم أيضا هي أحدث سفينة أمريكية تجيء في وقت فيه تعاون بحري بين الولايات المتحدة وأستراليا كانت هذه خطوة جيدة لإظهار بعض أحدث التكنولوجيا في العاصمة الأسترالية هذا تمرين علاقات عامة جيد وله تأثيرات استراتيجية أخيرا هل تعتقد بأن هذه المناورات كانت منظورة كانت متوقعة لأنها تنظم منذ 2003 بشكل دوري ومنظم لكن هل سنرى مزيدا من المناورات العسكرية المشتركة بين هذه التشكيلة من الحلفاء تحت غطاءات ومظلات أخرى في المستقبل القريب لنفس الهدف نعم هناك جدول مستمر القيادة الأمريكية في المحيط الهادي تكون منخرطة في تمارين وكل هذا يعتمد على شهية الشركاء بعض الشركاء يريدون تعاون مع الولايات المتحدة ولكن لا يريدون أن ينظر إليهم على أنهم شريك قتالي محتمل هم يشاركون في عمليات بحث وإنقاذ في البحر أو تمارين لجلب إمدادات طارئة نوع من الأطعمة إلى آخره في حالة الكوارث بالنسبة لطايوان كانت هناك سلسلة من التدريبات العسكرية والتي استمرت لأكثر من خمسين عاما الأمر يعتمد على طبيعة الشريك وجمال المسألة يتمثل في لو أنت في وحدة عسكرية في هواي فإمكانية أن تذهب إلى أستراليا أقوى هذه قوة مرنة هدفها العمل في المنطقة بكاملها ولكن الأرقام محدودة لهذا الشركاء مهمين الفوائد التعاونية موجودة سواء كنا نستجيب إلى كارثة طبيعية أو نردع غزو عسكري أشكرك من ميرلان ديفيد ديروش الأستاذ في جامعة الدفاع الوطني ترجمة نانسي قنقر mers